المحترم السيد أسامة الخليفية 12 دقيقة تفضل المقاعد رقم 14 من فضلكم شكرا سيدة الرئيسة مرحبا سيدة الرئيسة الحكومة المكلف مرحبا سيدة الوزراء المقترحين سيدة النواب الأكارم مرحبا بكم مرحبا بك سيدة الرئيس سيدة الرئيس عفوا مرحبا بك سيدة الرئيس في يوم الفاتح من سبتمبر في جلسة قدموا فيها حكومتكم لمنحة ثيقة لا نحن نجاوب على الخطاب الشراني الذي كنت تسمع فيه وهو خطاب ممزوج أو خطاب مضحك لحقيقة لا يصدقه أحد قلب تونس شهر التالي نفس الناس كانوا يقولوا محلاه وثلاث شهر قبل كانوا يقولوا خايد وتلاث شهر قبل في إسقاط حكومة سيد الحبيب الجملي كان قلب تونس وسيد نبيل قروي في الكلورات رجل عظيم ونتفهمه أحنا لأنه الصدمة كبيرة مش قلب تونس اللي كان مشارك في حكومة متهمة بتضارب مصالح وبشبهات فساد ومش قلب تونس دافع واستمات على الدفاع على حكومة متهمة بتضارب مصالح وبشبهات فساد ومش قلب تونس هز الدولة في منحة كله فاسد ونقول لكم الشعب التونسي لا يعيش يصدق لكلام هذه فليهذا بدلوه القلمة هذا لا يعيش يمشي قلمة الفساد رو فاق به الشعب التونسي ولا يضحك والناس اللي تستعمل في اللغة هذه والتي حاجة معروفة ومفهومة عند الجميع وفاء الرسيد متاع الحكاية هذه دعونا نجيب للصحيح دعونا نحكيوا على ما يهم التونسا وما يهم مستقبل تونس اللي هو بين يديكم سيد رئيس الحكومة والسادة الوزارة احنا بكل وضوح سيد رئيس الحكومة وقت لحكينا معك وكنت مقترح كشخصية الاقدر من طرف السيد رئيس الجمهورية قبلناك وقت لستدعيتنا وحكينا معك لا على مصلحة قلب تونس وهذا تنجم تشهد به انتي كما عملنا مع كل رئيس الحكومات اللي قبل لا لي بش نارض عليك وزارة ولا بش تقترح علينا انتي مناصب وزارية حكينا عليك على ما يهم الشعب حكينا معك على ما يهم الشعب التونسي واتفعلنا معك لاننا رينا فيك الرجل الصادق ورجل جاي من المدرسة الوطنية وإطار من إطارات الدولة اللي نحترموها وفاهم الدولة وفاهم الوضعية متع التونسة وجاي من عمق الشعب التونسي وفاهم الشعب التونسي لانك جاي من عنده ماكش جاي من بلايس متعالية وتشوف الشعب التونسي كأرقام وهذا اللي شجعنا سيدة رئيس الحكومة باش نحكيه معاك وباش نتبادله معاك لحديث وباش نتناقشه معاك وكانت ليك رحبة الصدر وكرجل دولة وكرجل فاهم الوضعية السياسية اليوم اتقبلت مقترحاتنا في كونه يكون او من اولوياتك مقاومة الفقر ما اسهلش لمنها الحكاية لاجينا قلنا لك سمينا وزير داخلية لاجينا قلنا لك سمينا وزر وماناش مشاركين في الحكومة هذية وباش نملحوها ثيقة لاننا عندنا ثيقة في رواحنا لاننا نحنا جينا زادة من صلب الشعب التونسي لانه صوتنا الشعب التونسي وعطينا الشرعية هذية في برلمان اليوم هو اصل السلطة في البلاد ولانه انت سيد رئيس الحكومة وحكومتك مسؤولين بالدستور امام هذا البرلمان ولانه احكينا مبعضنا على حالة الدولة التونسية وعلى حالة شعبنا وعلى الحالة الاقتصادية والاجتماعية اللي هي حالة اليوم يلزم الناس كل تمد يد يدها لبعضها باش نتعاونوا وباش ناقفوا مع بعضنا لبلادنا والشعبنا هذك عليش قررنا باش ناقفوا معك رغم ما اخترناكش ورغم جيد في مسار اختاره الرئيس الجمهورية اللي هو من بعد يظهر فيه بدل رايو وتونجيه الشيء هذا ولانهاء مسار امتاع حكومة اختارها هذا الرئيس الجمهورية وهي حكومة الرئيس الجمهورية واحد واللي ظهرت حكومة تضارب المصالح وهي الحكومة الفضيحة اللي عمرها مسارك في تاريخ تونس ناس سندتها للنخر ومن حق وناس سندت رئيس الجمهورية للنخر في هذا الخيار ونستغرب اليوم كيفاش ما يسندوش خيار رئيس الجمهورية وما يسندوش الحكومة هذه اللي هي حكومة رئيس الجمهورية اثنين التحفظات اللي عندنا وهذا طبيعي على تدخل رئيس الجمهورية وفي بعض الوزارات السيادية اللي هون لديوا الحق بالدستور في هذا شفنا في الدستور نحن لوجنا ملقناش حق دستوري يعطي لرئيس الجمهورية بشعية نوزير داخلي قل لي معينوش نقول لك عينو مدير حملته كيفاش جاء غادي معنا حتى مشكلة مع شخصك سيد الوزير المقترح لكن نحكيوه على المبدأ نحن نحبه يكون عندنا رئيس حكومة تكون عنده صلوحيات دستورية واضحة ويكون مسؤول أمام الشعب وأمام البرلمان واللي يضمنه هذا هو الدستور لبناتنا هو الدستور إذا كان فلح فنحن نسندو وإذا كان ما نتحاول يستعمل الدولة ونحن في مقارب أخرى كما الحكومة اللي فاتت لإستعمال الدولة في مقارب شخصية ومقارب سياسية ضيقة متهم الشعب التونسي فنحن نتصد دولة هذا يضمنه الدستور وعندنا الشرعية في هذا وهذا أمان أعطي لنا الشعب التونسي كما أعطيها لرئيس الجمهورية بالضبط جابنا الصندوق وهذا كعليش عنا ثقة في رواحنا وهذا كعليش عنا ثقة في كوله النجم ونستعمل صلحياتنا اللي اعتهلنا الشعب التونسي ومسكين به وسنمارسوا صلحياتنا اللي اعتهلنا الشعب التونسي في هذا البرلمان المنتخب من طرف الشعب التونسي بهن نتي وثم مبادرات من هنا ومن هناك تدعو إلى المصلحة الوطنية من أحزاب معينة ومن كتل معينة وتدعو إلى مصالحة وطنية مطلوبة اليوم وإطالبها الشعب التونسي فنحن ندعوه ونحن معه وتمنعوه سيدة رئيس الحكم وحكينا في هذا كونك تمشي بهذا التمشي لأنه هذا هو اللي ينفع الشعب التونسي اللي ينفع الشعب التونسي هو اليوم كونه تكون عندنا هدنة سياسية وتكون تحالفات صلبة داخل هذا البرلمان تساند حكومة حتى ولو ما اختاروهاش للأحزاب وتتصدى للعبث إن عم العبث وهو كان يحكي تاو الزميل سيد مصة بن أحمد على تفعيل حاجات معناتها رأوا نستغرب كيفاش ما نحلوش فيها التحقيق الحكاية هذه لا نريد أن نفعل الفصل المائل ونقرر الشغور في رئيس حكومة مستقيل الشغور رأوا زوزة نواع أو ثلاثة إما مرض أو لقدر الله موت أو سجن يعطينا الثلاثة فرضيات هذه هم الذين يطبقوها هنا رأوا كلام اختير وكلام يرتقي إلى الخطأ الجسيم وهذا كلماذا اليوم يجب أننا نتوحد في هذا البرلمان لكي نرسي المحكمة الدستورية ونرسي المؤسسات الدستورية الأخرى الناقصة ونطلعه بالقانون الانتخابي الأعرج ونطلعه بما ينفع الشعب وانت سيدة رئيس الحكومة مساندتنا هي مشروطة كيف؟ ليس كيف تعطينا وزارات مشروطة بالإنجاز ومشروطة بما ستؤديه وما ستقوم به منفعة للشعب التونسي هذا هو شرطنا الوحيد بتطبيق برنامج واضح يكون في مصلحة الشعب التونسي وين بشتمشي أنت واتطبق مشروع يكون في مصلحة الشعب التونسي ويخدم الشعب التونسي الشعب الفقير الشعب المهمش نحن بش نكونوا سند لك ونكونوا معاك ونكونوا سند لكل وزير يمشي في التمشي هذا غير هذا سنقوم بدورنا الدستوري والبرلماني اللي هو يمكنهنا الدستور وحد ما هو وصي علينا لا رئيس الجمهورية لا غيره رئيس الجمهورية عنده صلاحياته نحترمه وقت يقوم بها وقت لعين سفير في باريس اللي ما عندنا عنده عام وقت لعين قنصل في باريس اللي ما عندنا عنده عام وقت ليمشي يعمل ديروت شو في العالم ويجيب الفلوس الناقصة وقت ليمشي يعمل دي نيجوسسيون مع البلدان المانحة ولا البلدان الصديقة بشعون السلطة التنفيذية أما غير هذا فيستنى منه كوننا نعرضوه ونعرضوه بشرف ونحن لم نصوت نالوش لكن هو رئيس كل التونسيين إذا ما اعتبر نفسه رئيس كل التونسيين لكن اللي قاعدين نشوف فيه اليوم ما هو هذا الصحيح وهذا خطأ رئيس الجمهورية اليوم يلزم يكون رئيس كل التونسيين ليس رئيس فئة أو رئيس ديوان أو رئيس طايفة المطلوب من رئيس الجمهورية واحترام مؤسسة رئيس الجمهورية وما نحبك نهزوك نحب نهزوك في حتى عرك نحن ناس مسالمين ونحن نحب المصلحة الوطنية ونحن اللي عرفنا ناس على حق ونحب الخير للبلاد هذية والشيء اللي فيه الخير نمشيه فيه ولا نخاف في ذلك خوفة معناتها ولا نخاف في ذلك لوم تلائم وإذا كان ثم حق رانا ناخدوه بالقانون وبالدستور وبالشرعية اللي يعطينا الشعب التونسي فلهذا بالتوفيق ولكم ثقتنا المشروطة سيدة الحكومة وانت تعرف لأننا عندنا ثقة في رواحنا ولأننا عندنا ثقة في شخصك